بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس السياس أفورقي رئيس دولة أريتريا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهنيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولدولة أريتريا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس السياس أفورقي رئيس دولة أريتريا الصديقة ضمنها سموه خالص تهنيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس السياس أفورقي رئيس دولة أريتريا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده ترجمة نانسي قنقر